بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الدرس خلونا نستكمل المثال السابق ونشوف كيف تعمل اللوب اللي قدامنا هذه زين وخلونا نشوف الأوتوت أول شيء خلونا رح نرسم الميموري عندنا هنا على اليمين ورح نرسم هنا مربع للأوتوت على اليسار طيب الآن التنفيذ التنفيذ البرنامج رح يبدأ من هنا من السطر الأول عرفنا متغير اسمه كاونتر وأعطناه القيمة واحد إذن هنا رح نضع متغير هذا هو المتغير متغير هذا اسمه كاونتر معناها عداد ونضع فيه القيمة واحد الآن هنا نجي ندخل اللوب زين أو التكرار خلوني أحط أعلم اللوب هذه هي اللوب هذا هو الجزء اللي راح يتكرر معنا زين اللي راح يصير الآن راح تلاحظ أنه راح نتحقق من الشرط بعدين ننفذ السطر هذا بعدين ننفذ السطر هذا بعدين نرجع مرتين نتحقق من الشرط ننفذ ننفذ وهكذا إلين في مرة من المرات نخرج بره اللوب للنقطة هذه زين طيب خلنشوف كيف الشيء هذا يتم أول شيء طبعا أنت كيف تقرأ اللوب من أفضل شيء من أفضل ترجمة ما يمكن أن تخطر بالي هي أنك تقرأ الوائل بمعنى طالما فتقرأها كذا طالما الشرط هذا متحقق فإنك ننفذ لي جميع العبارات أو الجمل اللي جوه اللوب هذه أفضل طريقة لقراءة اللوب طريقة جدا سهلة وواضحة طالما الشرط متحقق بمعنى أن الشرط هذا يعطيك true لأنك ننفذ لي الجمل اللي جوه اللوب طيب خلنشوف الآن نتبع أول شيء خلن نتحقق من الشرط نجي while هل الكاونتر قيمته أصغر من أو تساوي العشرة قيمة الكاونتر هي واحد وهي فعلا أصغر من أو تساوي العشرة إذن هذا الآن الشرط متحقق بما أن الشرط متحقق الآن ما رح ننفذ لي شيء طبعا هذا زي الif statement شبيهة بالif statement نشيك على الشرط المتحقق الله بما أن الشرط متحقق ندخل جوه اللوب ونبدأ ننفذ الجملة التالية الجملة التالية واش تقولك؟ تقولك إطباع لي نجمة نجي هنا نطبع نجمة وطبعا بما أن الجملة println فنضع السهم هنا حتى نعرف أنه المرة الجاية رح ننتقل للسطر اللي بعده الآن ينتقل التنفيذ إلى السطر بعد اطباعه إلى السطر هذا السطر هذا بكل بساطة يزيد لنا العدات بواحد زي نفروح هنا للعدات هذا ونشيل قيمته الأولى ونشيل قيمته الحالية اللي هي واحد ونضع بدلا منها رقم أثني زي الآن مهم جدا تلاحظوا شو رح يصير الآن أنت بتعود بالإف أنه خلاص ندخل هنا ننفذ اللي جوه ونكمل لكن في اللوب لا هي تكرار لابد لابد أن نرجع مرة ثانية إلى السطر هذا تمام؟ لابد بعد ما ننتهي من تنفيذ اللوب لابد نرجع مرة ثانية هنا هذا شيء مهم جدا في اللوب فإذا نرجع مرة ثانية هنا ونشيك على الشرط من جديد طالما الشرط متحقق هل الشرط الآن متحقق؟ الكاونتر بأثنين هل الأثنين أصر منه تساوي العشرة؟ نعم إذن ندخل ننفذ هنا مرة ثانية فيقول لك أطبع لي نجمة فنجي هنا نطبع نجمة هذه طبعة هذه نجمة بالسطر اللي حنا فيها الآن ونروح نحط سطر سهام عشان نعرف أن نراحل للسطر الجديد بعد كذا نجي للكاونتر هنا قال لك هنا السطر هذا قال لك مرة ثانية قال لك زد الكاونتر بواحد فنروح نزيد الكاونتر بواحد فنشيل قيمة الكاونتر القديمة لأثنين ونضع قيمة الكاونتر الجديدة اللي هي ثلاثة ثم بعد كذا مرة ثانية راح وصلنا الآن نهاية اللوب نهاية الوائل راح مرة ثانية نرجع مرة ثانية من جديد زين تكرار وهكذا نستمر في التكرار زين نشيك هل الكاونتر أصغر من عشرة الكاونتر عن ثلاثة أصغر نعم أطبع نجمة زين ثم بعد كذا انتقل للسطر أطبع نجمة ثم زد الكاونتر بواحد فيطلع الكاونتر بأربعة مضبوط وهكذا نستمر في الدوران زين إلى أن يصل خلنا نقول الآن أن الكاونتر وصل عشرة صار الكاونتر الآن قيمته عشرة فخلنا نحط هنا عشرة طيب هل العشرة أصغر منه وتساوي العشرة نعم العشرة تساوي العشرة ندخل هنا ونطبع نجمة زين طبعا نكون حنا قبل طبعنا تسع نجمات مضبوط فإذن هذه النجمة العشرة مضبوط طبعنا نجمة بعدين نيجي هنا ونقول زد الكاونتر بواحد بعد طبعة النجمة مضبوط نفس التكرار الممل اللي شفناه قبل نجي نزيد الكاونتر بواحد فيكون الكاونتر بـ 11 هنا تكون قيمة الكاونتر بـ 11 بنحط القيمة بـ 11 وبعد كذا نرجع نكمل اللوب مرة ثانية من هنا إلى نرجع مرة ثانية لبداية اللوب الآن جينا للشرط مرة ثانية هل الكاونتر أصغر منه يساوي العشرة؟ هذا البوليون إكسبريشن قيمته false الكاونتر أكبر من العشرة الآن لقيمة 11 الآن انتفى شرط الـ بما أنه انتفى شرط الـ إذن مباشرة من هنا نجي ونطلع برى اللوب كاملة انتبه رح نطلع من هنا برى اللوب ننتقل لخارج اللوب شف من مين انتقلنا خارج اللوب؟ ما انتقلنا من هنا؟ عفوا خارج اللوب ليس هنا ننتقل خارج اللوب اللي هو هنا اللي هو هنا زين؟ هذا القوص تسكيلة اللوب فننتقل لخارج اللوب اللي هو هنا مضبوط إذا نلاحظ أننا جلسين لو جينا جلسين نشيك على الشرط ننفذ نرجع مرة ثانية نشيك على الشرط ننفذ نرجع مرة ثانية وهكذا إليه في أحد المرات الشرط انتفى فقمنا وطلعنا بره اللوب قفزنا بره اللوب ولم ننفذ أي شي جوا اللوب هذه بكل بساطة فكرة اللوب أو الوايل لوب والبرنامج هذا سطعنا أن نطبع النجوم العشر ممكن تطبع مية ممكن تطبع ألف ممكن تطبع أي عدد تبغى من النجوم خلي نجرب تنفيذ البرنامج خلي بحط هنا لو حطيت عشر الآن خلي نجرب تنفيذ البرنامج run as java application طبعنا نجوم هذه عشر نجوم زي ما انت شايف وكل بساطة الآن لو جيت حطيت هنا ألف مضبوط وقلت لا أطبع نفذ طبع لك ألف نجمة شف بخلال أقل من ثانية سرعة الكمبيوتر شف كم عدد النجوم اللي طبعها عدد كبير جدا من النجوم زي اللي هي ألف نجمة إذن هذه هي قوة اللوب وميزة اللوب مضبوط أنك تستطيع تكرار وتنفيذ مهمة معينة عدد ضخم كبير جدا من المرات ترجمة نانسي قنقر